مجددا صباح الخير أهلا وسهلا فيكم بيوم جديد بيتورط الناس ونحن منهم بالخصومات والمشاكل ومعها بيعلى منسوب الكراهية والبغض بين بعضنا فمنجرب نخرب عيشتهم وعيشتنا وعيشت غيرنا بذات الوقت هل يمكن بعد ما تشتعل هذه الخصومة بين المتخصمين أن ترجع المصالحة لنفتح صفحة جديدة لحياة مليانة بالسلام والمحبة والأخوة هذا الموضوع مثل ما قلت لكم الصباح سيكون محور حديثنا وحيوارنا مع الأسيس الدكتور إدجار ترابلسي صباح الخير صباح نور أهلا وسهلا فيك أسيس اشتعني لك شأن الأصدقاء السبت الماضي غبنا عنهم صحيح صحيح أسيس يعني قبل ما نبلش ونفوت بصلب الموضوع الكراهية والأحقاد والخصومة لنوصل للمصالحة إذا قادرين بخلاصة الحلقة هيك نعمل مخرج نقدر نتصالح فيه مع حالنا بالدرجة الأولى نتصالح مع الآخر ونصالحه شو أهمية المسامحة والغفران وهل هي بس بين الإنسان و الله أو هي كمان حاجة بين الإنسان والإنسان نفسه أول شي صباح الخير لألك ولكل المشاهدين الأحباء اللي بيعرف قبل المسيح ما كان فيه كتير كلام عن المسامحة والغفران المجتمع اللي طالما اعتبر أنه هاي دي علامات ضعف وبالتالي فيه كان مبالغة بالثقر وبيجي معه كراهية وبغض فالمسيح لما إجا حكي بحتما أولا مفهوم المصالحة مع الله معنات أنه نحن متخانئين معه فإذا نحن ببعد فإجا المسيح بمهمة يرجع يوصل اللي انقطع بين الإنسان وخالقه عبر هالمصالحة لأجراها في الصليب نحن هون هالتأسيس اللي هوتي لموضوع المصالحة ضروري والإزالة الخصومة نحن بنعرف أنه الله رحوم بنعرف أيضا أنه الله عادل طيب كيف بيلتقوا عدالة الله ورحمة الله أو كيف بيتصالحوا عدالة الله ورحمة الله لأن عدالة الله لازم تروح بالأصاص للنهاية رحمة الله لازم تروح بالرحمة للنهاية وما بيصير تكون عدالة الله على حساب رحمته ولا رحمته على حساب عدالته وإلا الله بيبطل العادل أو القدوس ويبطل الرحيم أو الرحوم فكيف بيلتقوا يلي بيعرف هالحبكة في الكتاب المقدس بيعرفوا أنه هي تجسدت في المسيح اللي إجا تمم مقتضيات عدالة الله وتمم رحمته فرحمة الله صارت في المسيح اللي أخذ على عاتقه وعلى شخصه الحكم تبع عدالة الله على البشرية كلها بالموت يلي أجرى على الصليب وهكي تصالحة رحمة الله وعدالة الله وصار فينا نحن نستفيد من المصالحة مع الله في المسيح هيدا الأساس لمجيء المسيح والهدف من إرساليته إلى الأرض وهلأ بدنا نبلش نفوت بالميلاد ونفكر به الذي لأجلنا نحن البشر ولأجل خلاصنا فهو إجا لأجل تتميم مقتضيات العدالة والرحمة ويزيل الخصومة الخصومة اللي صارت بسبب خطيانا وإمعاننا في الخطايا ورفضنا المصالحة بس إذا سمحت لي قيين لما نرتكب الجرم الأول والأكبر في تاريخ البشرية الأكبر أنه هو اللي علم العالم يقتل بعضهم المسيح أو الله جرب بيصالحه صور الله دي شو كان حنان ورحوم وهو برم بوزه وبرم ظهره فبتلاقي الإنسان عطول بخصومة مع الله و الله على طول مادد يمين المصالحة مع الإنسان نعم فهل يقبل الإنسان المصالحة مع الله يعني قلت بسيئة حديثة كلمة هيك لفتت لي سمع أنه نحن أوقات نتخاصم مع الله طيب إذا نحن نعتبر حالنا متصالحين مع الله فينا نخاصم الآخر يعني كيف أنا بدي خاصم فضل وصلت للفكرة أكيد شو هيدا شوف الناس اللي بيدعوا أنهم متصالحين مع الله من وسطه نطلع كبار مجرمي التاريخ بيعتذر أولى كبار مجرمي التاريخ هنه المجرمين باسم الدين مش بس اللي هنه نجيين من خلفيات الحادية ووثنية وكفرية هنه المجرمين أو اللي بيطلعوا من بين المجرمين كم من الحروب صارت وخصومات وعدوات صارت باسم الله من قبل ناس بيعتبروا حالهم هنه الله أصحاب خوش بوش خوش بوش وأطقياء وكذا وهنه من كبار سافكي الدماء في التاريخ البشري إلا أنه ترجع جيوبك على اللي حضرتك تفضلت فيه شو هل ادعاء إذا أنا متصالح مع الله ومتخانق معك كيف يعني هل ادعاء بيكون في شي غلط المصالحة العمودية مع الله لازم تنعكس أفقيا مع الناس وبالتالي لازم كون أنا سلامي الطبع ورافض أني كون أنا مخاصم الكتاب فيه إدانات عديدة للخصومة بين الناس وللطبع المخاصم ويدعونا أنه نحن نكون ناس سلاميين هالعبارة قل ما تستخدم إذا سبحت لي بدي أقرأ شيء من رسالة بولوس الرسول كتبها لأهل كورينتوس وكانوا مجتمع رغم أنهم كانوا في الإيمان إلا أنهم كانوا مثل كل المجتمعات اللي فيهم كل المشاكل اللي فيهم كل المشاكل فهون نجرب نقول بواقعية كاملة أنه ما في ادعاء بيقدر مجتمع ديني يقول أنه منه مثل المجتمع البشر منين بشر صح فهو بيكتب لهم بيقول لهم أخبرتوا من أهل خلوة يعني كلوة أن بينكم خصومات كنيسة جماعة بيكورينتوس قال بينهم خصومات هؤل هو اللي بيصلوا وبيعبدوا بينهم خصومات هلأ بالمعالجة في كتير خصومات حتى فيه كان خصومات بين الرجال ومرته فيه خصومات بين الإخوة وكان فيه خصومات بين القيادي بيجي بيقول لهم ولكن إن كان أحد يظهر أنه يحب الخصام شوف في ناس بيحب الخصام فليس لنا نحن عادة مثل هذه ولا لكنائس الله الظاهر في ناس بيحبوا الخصام عندهم هواية في الخصام مثل اللي عنده هواية ينزل إلى ماتش فوتبول وتحتدم المعركة بالماتش فبيطلع الأدرينالين بيصير مبسوط مع أنه بيكون عم بيعيش خطر الخسارة والوقع ويكسر عدمه بس إبقى هو مبسوط فهون لما بيقول إن كان أحد يحب الخصام أنا أوكي الخصام بيصير بين الناس بس واحد يحب الخصام كما يبدو في ناس ما بيرتاحوا بيحس حاله بمصدر قوة بموضع قوة بيحبوا الأكشن هولي بيحبوا الخصام لو بدك تصبحوا بالخير رح يلاقي شيء بالطريقة اللي صبحتوا فيها تيعمل لك مشكل تيخاصمك نكد في عالم هذا طبعاً وهولي موجودين في كامل في كافة المجتمعات بما فيه المجتمع الديني مثل هيدا الكنيسة صحيح هلأ قلت قصص كتيري إذا بدأ علي عليها بدأ ساعات لأن اليوم عم نشوف الخصومة مش بس بالسياسة بالدين حول العالم مش عم بحكي باللبنان يعني بالمرجعيات هيدا شيء بشري هيدا شيء بشري ترابي إنساني ضعيف البشر هيك لأن كل ما يجي يعني أحد على رأس الكنيسة بتلاقي عم بينظف حوله في مشايك الناس بتعمله كليك ضده إلى ما هنالك يعني هودا عم نشوفهم نراهم ونسمعهم بالإعلام أسيس لما بتوقع الخصومة منفكر أكتر بالدفاع عن نفسنا لنحمي حالنا أو بالعكس يعني بيطلع هيدا الأدرينالين وبدنا يعني ننزل فيه أقصى درجات العقوبة للشخص الآخر اللي مقابلنا شوف نحن لما نواحد نعتبره أخطأ بحقنا بدنا أقصى درجات العقوبة وبدنا العدالي إذا نحن أخطأنا ننسي نحكي بالرحمة والغفران ما بيصير يا خي ولا بسمحني تماما الله رحوم الله بيصير فنحن لقلنا بدنا الرحمة لغيرنا بدنا العقوبة فبتشوف أنه ما في توازن بعدالتنا ولا بمفهومنا للرحمة فنحن بايست يا للأسف بيحكي الكتاب المقدس بموضوع الخصومي بتلاقي أنه ما في سفر من أسفار الكتاب المقدس كلمة سفر يعني كتاب فالكتاب المقدس هو مجموعة كتب فما في كتاب بقلبه الكتاب الإلهي إلا ما بيتناول موضوع الخصومي لأنه موضوع بشري شائع وبيعانوا منه الناس من أول يوم لتلك اللي خناقة اللي حصد وراح فيها قتيل وشهيد هبيل يلي قتلوا وخيوا شيء ما بيتصوروا عقل فبتلاقي الخصومي قائمة بدرجات بيسوى تكون خفيفة بيسوى تكون دموية نعم بس اليوم في ناس بتبني خلييني أقولها بالحرف الواحد زعامات على الخصومي أنه ليكوا أنا قديشني قوي أنا رأس حربي أنا المدافع أنا المحصل إلا ما هنالك من سفار هذا من خصائص السيكولوجية القيادية بلبنان بشكل خاص وبالشرق العربي بشكل عام فلازم دائما واحد يكون مبرهن قدراته ب مش بس الخصومي وإذلال الآخرين وإهانتهم كذا حتى يمكن بالعالم لأنه بتلاقي مثلا بكتاب لبرانس كتب ماكيافالي بهذه القضايا من أين تأتي الخصومي تأتي الخصومي بيسميها الوحي اللي إليه من أعمال الجسد فمثلا بيحط بأعمال الجسد الزنب العهارة هو اللي من أعمال الجسد الطمع وأيضا الخصام الخصام وبسوية مثلا بهيدولي وبسوية بالسحر أنت بتقول له هيدا مثل هاي يعني بسوية بالأعمال الشيطانية فالخصام مبلش هو إسانس أنت بتعرف مثلا بالعطور ولا بالشراب فيك تشتري إسانس والدوب ويزيد فالإسانس تابعه جهنمي جاي من الشيطان يلي عمل أول خصومة في التاريخ السابق اللي ما منعرف أين فكان خاصم ربنا فبتلاقي أنه الخصومة من أعمال الجسد العبارة أعمال الجسد بالكتام أدس يعني من ناحية الدنية بالبشر نعم مش من ناحية العليا بالبشر نعم بس أسيس أوقات يعني في خصومة بتحس أنه ما في إلا مرجع تيحق العدالة يعني إذا عملية نتيجة سرقة أو قتل أو زنة إلى ما هونالك بتلتجي إلى محاكم أوقات بتحس أنه العدالة غايبة بعلاقات شخصية ما فيها يعني مواد بتقدر ترفعها لمرجع يحصل لك حقك بتحس أنه الواحد بده ياخد حقه بإيده مزبوط وبتستفحل الخصومة أكتر وأكتر وبتروح للأذى أوقات مزبوط من شان هيك الحكم لضبط طباقع الناس هذا أنا حافظه المبدأ ما أعرف يا أستاذ ما علمني بس بقي بمخ ولكن غياب الحكم غياب القضاء والعدالة عم بيخلي الناس يحصلوا حقهم بإيدهم رحيح هون انتقلنا مش بس خصومين إلا حالة الاعتداء وهي دا يلي نحنا بلدنا بحالة هلأ فوضى القضاء وأقفال ساعة بيأضربوا المحامين أو بيأضربون غصبا عنهم لأنه بيجي القرار من فوق بيأضربون غصبا عنهم يكون ما بدون يأضربوا وساعة بيأضرب يبقى للقضاء وبيسكر وساعة الزعمة والسياسية ما بيخلوه يشتغل فأنت ما بتوصل لمحلب ولا شيء فممكن أنك بسهولة تنقاض للغضب ويعلى الأدرينالين اللي عم نحكي عنه تروح تحصل حقك بإيدك بس أنا عم بيحكي عن الخصوم اللي هي أقل توترا لأنه هيد الحالات هي أكثر ندرة يعني قليلة بس هي مش تراكمات بلا تراكمات تراكمات إلى أن ينفجر صحي ولكن الطبع المخاسم هو مخاسم بحق وبباطل مش بالضرورة دائما لتحصيل حقه فالمخاسم هو على طول بيظن أنه معه حق أولا من جهة ومعه حق يخاصم تبهي أمرين فهو بيعتبر على طول معه حق وتاني شيء معه حق يخاصم فهو على طول مخاسم وبتلاقي في ناس بيغيب الوعي بيغيب الإدراك بيغيب المنطق لما بيولع بتصير تقول أنت عشو هيدا عامل لي هالمشكلة هلأ شو هي الشغل الحرزان هلأد لخاصمني من شن هيك في قول في المسيح في الإنجيل خاصموني بلا سبب يعني مش دائما لما واحد بيخاصمك بيكون في سبب أنت عامله أنا هيدا بحب نبر عليها لأنه أحيانا في ناس بيقول يا عم أنا شو عملت بيكون فعلا مش عامل بسيح لك يقول له أنت مش عارف حالك شو عملت يبا هو هيدا من فجير حالة سيكولوجية سيئة أو حالة أخلاقية سيئة أو حالة عقلية لأنه الذهن هو لازم يمنعك هيك وعم بيقول لك الحق عليك وإنت عم تقول خاصموني بلا سبب وأشنع شي إذا أنت عم بينصب عليك الغضب والخصام وعم بتقول خاصموني بلا سبب وأنا عم بيقول لك لا بتستاهل أنت أبصر شو عامل هون الظلم بيكون مضاعف وهيدا ياما منشوفه بين الناس مما يدفعك أنك تصير مخاصم وهيدا اللي مش لازم تعمله نعم يعني المخاصمة فيها فعل وفيها رد فعل يعني اليوم أنت خاصمتني أنا بدي خاصمك بيصير طبعا خصومي متبادلي معتبر حالي أنه أنا المجني عليه بس أنا كمان فيت بالعب درجع بتصير أكيد بتصير القصة مثل الملاكمة مثل الملاكمة بيأكل بوكس بيدرب بوكس وبيضلوا نيدربوا بعضهم لا يهتروا في عبارة مكرهة لدى الرب هايدي عبارة تتكرر عند سليمان الحكيم عن أمور هي مكرهة لدى الرب وحدة منهم إذا مش على راسهم بيقلك زارع الخصومات بين الإخوة قف يعني في ناس متخصصين بيزرع الخصومات بين إخوة بين أخين بيجي واحد بيزرع خصومي قال هايدي مكرهة لدى الرب نحن بنقوله مفتن هايدي مفتن برافو عليك هايدي مانو شي لايت انو بسيطة لما سمى في كتير أخطاء ما سميهن بي مكرهة لدى الرب هنين أخطاء و هنين خطايا بس ياللي كلاسيفايد الأعلى شأنا و مقيتين جدا عند ربنا كان وحدة بينتون زارع خصومات بين إخوة ايه طيب مكرهة لدى الرب هنين تذكروا مكرهة لدى الرب ايه ما فيه طيب عم نحكي عن عن الله قد نحن بحاجة لغفران الخطايا من الله و قد هو مدى غفرانه قد يقدر يعطينا و هل من خطايا و إساءات ربنا ما بيغفر لنا إيها قبل ما جاوبك لأنه راح أقرأ قصة مشهورة يعقوب بيعالج الموضوع بقول من أين الخصومات بينكم عم بيسأل شو السبب ترفيه خصومات قال من لذاتكم المحاربة في أعضائكم يعني شي بكينونتك جوا الخصام بيطلع من جوا بيطلع من قلب مخاصم و من أعصاب مخاصمة بيفرطوا بيصير يجن و يصول و يجول فهيدا بيدعينا أنه نضبط أعصابنا و حالة الخصام الكامنة بكل إنسان كل إنسان في محل ببطل يقدر يضبط حاله فبيوصل لها فلازم ننتبه من الخصام هلأ سألتني الغفران و هيكي هيدا بطرس الرسول تشكيلة اللي ربنا اختاره هيكي نقيهون هنين تشكيلة من كافة الخلفية والطبائع و بطرس و بطرس لما انطرح السؤال على المسيح قديش بيغلط بحق الخي و أنا كم مرة بسامحه هل إلى سبع مرات هلأ بعض العلماء بيقولوا ما كان هو عم بيحكي عن مدى الغفران إلا أنه عم بيحكي قيمتا بيحق له يردع يعني هو عم بيسأل أنا فيني اردعه بالمرة السابعة أو بظلني سامحه للمرة السابعة فهموها بالميلتين إلا أنه هو بطرس يده والضربة ما كان هين كان عنده طبع رهيب فلما نقجه للمسيح في البستان في الليل الأخيرة شي سيفه بإصامته للزلم لو مزيح الزلم راسه شوي كان أصله راسه فجه اتنين طيرله دينته المسيح شفاه وعمل عجيب يوم متى وقال له ضم سيفك إلى غمدك فالمسيح بيجاوب بيقول احترزوا لأنفسكم إن أخطأ إليك أخوك فبخه وإن تاب فاغفر له وإن أخطأ إليك سبع مرات في اليوم وراجع إليك سبع مرات في اليوم قائلا أنا تائب فاغفر له بس أسيس نحن ما فينا نعملون كبشر يعني إذا بترس وتصرف بهذه الطريقة بحق الدفاع المشروع صح؟ لا شوه كان هيدا رفع السيف عليه تدفع هو لا هو من محطه لا يسوع عم بيدافع عم بيحميه عم بيقدم الحماية المسيح قال أنا لو بدي كنت طلبت 12 جيش ملاكي من الآب السماوي نزلوا ودافعوا عني جاي المسيح اللي يتمم مهمة فدائية كفارية فبطروس ما كان فهمين أسرار الملكوت بعده عم بيتصرف بالجسد قلتلك هاي من خطايا الجسد نعم ونحنا قلتلك المجتمع الديني خطير أنا تقول لك الحقيقة قديش أنت ممكن تخاف من المجتمع الملحد أو المجتمع يلي حركته فلسفات شوف مثلا النازية والشيوعية فضعوا بالعالم عملوا المبين عمل بس عقد ما بتخاف منهم بتخاف من رجال الدين لأنه أو المتدينين أو المجتمع الديني لأنه الكراهية منسوب الكراهية اللي فيه بيخليه يصلوا بالمسيح دايما بدنا نتذكر أنه المسيح صلب عائدين رجال الدين فالكراهية خطيرة فما فيني أنا إذا بدي يكون إنسان روحي وهون بدي يميز بين الإنسان الروحي وبين الإنسان المتدين المتدين يعني عرضة لكل أنواع الإخبار وشكال يلي عم منجرب انحاربها المسيح عم يجرب انحاربها نعم الإنسان الروحي تحت سيطرة الروح القدس مش لازم يكون إنسان غضوب ولا مخاصم ولازم يقبل تبهلي على الكلام لازم يقبل بالمظلومية ولا يقبل إنه يكون ظالم نعم بين إنك تكون ظالم وتكون مظلوم المظلوم أفضل من إنك تكون ظالم طيب أسيس يعني ختمت سؤالي السابق بقصة إنه هل في من خطايا وإساءات ربنا ما بيغفرها طيب إذا كان الله يغفر بلا حدود يعني هيدا السؤال منحطه على جنب وصل للجواب صحيح؟ نعم بس نحن عنا نقدر إنه نغفر بلا حدود مثل ما ربنا بيتصرف معنا رح جاوبك بس كنت لما نسألت قديش مدى غفران ربنا كنت بدي إقلك قصة بطرس وقصة السابعين مرة سبع مرات اللي هي مش مطلوب مننا إنه تعملها حسابيا المقصود فيها مغفرة لا متناهية أو غير محدودة بدي إقرالك عن الله شي وبرجعلك لقصة إذا فينا نغفر أو لا في نص بالكتاب عن ميزات الله يعني الناس ما بيعرفوا إنه الله أعلن عن ذاته مش بس بأسماء أعلن عن ذاته بميزات بمزايا يعني مزايا أو مواصفات فهولي حلوة حديفتش عليهم بالكتاب أدس ويستفيد تيكون صورة كاملة عن الله يصير يعرفه بقول من هو إله مثلك غافر الإثم وصافح عن الذنب لبقية ميراثه لا يحفظ إلى الأبد غضبه فإنه يسر بالرأفة يعود يرحمنا يدوس آثامنا وتطرح في أماق البحر جميع خطاياهم هل قد ربنا غفور أما تجاوبك تجاوبك نحن إذا كنا اللهم منصلي كل يوم نتبه مش كل الناس بيصلوا كل يوم وإذا كنا على الأقل منقول أبانا الذي مر بالأسبوع نحن بنعرف أنه بيصلبه في صلاة عامودية وأفقية إلى خصة بالغفران اغفر لنا خطيانة كما نحن نغفر للمذنبين إلينا فبدنا ننتبه ما فينا ننال هالغفران نزول إذا نحن ما منمارسه أفقيا أوف حلوة تشبيه هي ما بتزبط فنحن قلتلك لما بتوصل لإلنا بدنا غفران لما بتوصل غيرنا بدنا عدالي ما مستعدين نسامح ومستعدين نروح الفشخة الثانية ونخانئ ونخاصم فأي كائن مسيحي هيدا اللي هو مخاصم أو أي كائن روحي أو أي كائن متدين أو أي كائن مؤمن الإنسان الذي يدعي أنه هو هيدا فلسفة المسيح وهيدا روح المسيح والمسيح يتميز بذلك ومن أحب المسيح لازم هيدا تكون ميستو طيب أسيس عم بحكي اجتماعيا مش لهوتيا اليوم إذا أنت سمحت بيقولوا عنه إنه معتر قلبه طيب إنه قلاوي ومش ضروري يكون هيك يمكن بطبعه ما بحب المخاصمة في أشخاص ما بدا تسامح في أشخاص ما بتقدر تغفر ولا بيقدر يبلش من جديد يعني بيعيش سنين على فكرة معينة على خصام معين على مشكل معين وبيبني عليه وأوقات بتلاقي عيال عم تتشتت ما بيقعدوا مع بعضهم ما بيشوفوا بعضهم بس سبحانك يا الله ليه لما منحس بوقت الرحيل وصايرة أكيد بتلاقيه على فراش الموت بيقول له بعتلي ورفلين وفليتين وفليتين يا الله ودي صف دمتي قبل ما روح قبل ما يوقف أدام الديان أي طب ليه يعني ضروري انتر لحظة الموت ما أنا كل يوم واقف أدام الديان ما بيفكروا فيها شفت لو كل إنسان لما نعملت رحلة الموت الكتاب تبعي هلأ رح بيصر له سنة بثلاثين تشرين التاني العام الماضي حبيب يونيس هائل دايما أنا بيكتبي بالإحتفالات بيجي حبيبي بيحكي بيناقش الكتاب فيا الله ما حدا نبينسى مئات من العالم كانوا بالمسرح يمكن نسيوا كلنا شو حكينا بس ما نسيوا حبيب لما نقال إنه أنا كل ليلة بنام بكون عم بعمل بروفا للموت كل ليلة بنام بتسطح بكون عم بتمرن عا هيديك اللحظة إذا واحد بيفكر فيها مظبوط كل ليلة ممكن إنه ما يطلع علينا الضو ما يطلع علي الضو ينتقل ويقف أمام الديان يمكن ما يكون صروا يقولوا بعتلي ورا فلان وبعتلي ورا فلان تتسامح معهم كيف بدوا يتسامح فوق مربطين ببعضهم هيك هيك مربطين ببعضهم بس ما برجع بردك للسؤال اللي قبل مش الله غفور هل قد عنده قدرة على المسجرة ومسامحة القطايا شوف الله الغفور مشروطة مغفرته بطلبة انتبه مشروطة مغفرته بإنك تطلبها بدي ردك للشي اللي قلته أنت عن المقدرة في ناس عندهم مقدرة على صنع الشر بس ما عندهم مقدرة على احتمال الشر فاللي يحتمل الشر ما انه ضعيف هيدا عنده مقدرة عالية اذا انت قفت هيك امام عمود بطون وانت عندك مقدرة وفقعته لبطة ووقع بيكون هو ضعيف ببنيته بس من المفترض اذا كان بنيته قوي وفقعته لبطة انت تنوجع فالمخاصم بينوجع اكتر لمن هيدا ما بيرد عليه هلا بحكيك بشرية انتبهت هيدا مقدرة سبحانه الله اذا عطاك ايه هاي المقدرة ما ترفضها بدل ما تكون انت واحد بيشتمك بتشتمه بيدربك بتضربه لا تكون مثل هيك عمود بطون صخر ما بتتأثر اطلاقا انت الاقوى ليش بك تاتبر حالك انت الاضعف هاي فكرة غلط انه الناس يشوفوك الاضعف او انت تشوف حالك الاضعف هي بتنطلق من من حالنا اسيس يعني قبل ما يخلص وقتنا لازم استفيد من هيدا السؤال هل من اثر داخلي على من يصالح ومن لا يصالح او يرضى بي مبادرة الصلحة وانهاء هيدا الخصومة شوف الليل اللي صاروا تلتقى فيهم بالحياة يمكن بيمضى العمر ما بتشوف واحد اعتذر قل ما تشوف واحد اعتذر اعتذر شفاهيا او بعتلك مساج يمكن هيدا بتكون قليا انه يبقى خيف هيك بالمواجهة بيبعتلك مساج عم نشوفهم عم بيقلوا معادوا موجودين يا عالم يا هو وينون الناس الكبار يلي بيجوا للمصالحة بيطوضع وما بيصيبوا شيء اذا واحد تصالح مع خيه بالعكس بتتجدد المحبة بتتجدد العلاقات الاخوية بتكون ايام طيبة الناس عايشين حالة تجنم بسبب طباعهم وبسبب هيدا المشاكل الكامنة في اجسادهم ما بيقول يعقوب اسيسنا نحن خلص وقتنا بعرف انه الاستماع لك متعة بس فيك بدقيقة اليوم تخاطب اللبنانيين اللي عم بيتخاصموا مع بعضهم ومن ابناء طايفة وحدة شو مكانة الطايفة كل واحد بيقول معه حق وكل واحد عم بيقول عم بيحصل حقوق الآخر شوف انا عندي مرأة بالسياسة من انا وصغير بس السياسة عندي مش مفصولة عن الامان والاخلاق وحدة من الاشياء يلي مسببة مشاكل في لبنان هي الطبع الخصامي او المخاصم لدى اللبنانيين يلي بتغيب العقل يلي لازم يدرس الاشياء ببرودة للمصلحة ولا مش للمصلحة ومن حط الخصوم قبل المصلحة ولو بدنا نقبر بعضنا ونعيش حالة البؤساء فنحن طالما مستمرين بهذه المخاصمة لن نصل لمكان البلاد عيشة على الخصام من ميات السنين قبل ما تخلق هالهيئة وهالحزب وهالجماعة طبع هيدا البلد كانوا عليه لعنة اسمها لعنة الخصام فلو بيروقوا وبيغيروا هالطبع هيدا وبيروحوا لهالسلامية مع المسيح باعتقد كان بيكون في أيام أفضل لبلادنا شوف في بعض الدول كتير عيشة على رواء دول شمال أوروبا عيشين على رواء كأنهم بغير ديني فنحن معنا برودة هذه الدول يمكن بسبب طبيعة بلادنا الحارة بنظل حمسين بس هيدا بالحقيقة عم بيسبب لنا أهر في العائلات للأسر أهل مشاكل في الشركات في الشغل في البيت الواحد وفي المجتمع الواحد مشاكلنا لا تنتهي صحيح على أمل أن يكون لنا القدرة على المغفرة وإنهاء حالة الخصام بين الناس الأفراد وبين الجماعة نتمنى هيدا الشي ونحن متماقلت على قاب قوسين من حلول شهر الأعياد إن شاء الله يارب بتكون هيك مساحة للسلام والمحبة شكرا لك أسيس دكتور إدغاة رابلسي أهلا وسهلا فيك مشاهدينا منروح إلى فاصل إعلاني من بعد سحر مع ضيف الطلب يطلوا عليكم ليحكوا شوية تربية اشتركوا في القناة